تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم السادس والثلاثين بعد المائتين على التوالي وسط اجتداد الهجمات مع مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع وجباليا شمال قطاع غزة وشنت قوات الاحتلال أعزمة نارية وغارات عنيفة على وسط مدينة رفح الفلسطينية حيث توقفت خدمة الاتصالات والإنترنت في جميع أنحاء المدينة بالتزامن مع قصف الاحتلال وتوغل آلياته مجازر جماعية بحق أهالي قطاع غزة ترتكبها إسرائيل ضاربة عرض الحائط بقرارات محكمتي العدل والجنائية الدولية حيث يواصل الاحتلال الإبادة الجماعية وسط اجتداد هجمته الشرسة على أنحاء مختلفة من القطاع من جنوبه إلى شماله لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب مزيد من الجرائم واستهداف النازحين في خيامهم رغم الإدانات العربية والدولية الواسعة بعد مجزرة الخيام وحرق النازحين برفع الفلسطينية بل واصل الاحتلال حرق منطقة المواصي واستهداف النازحين بالغارات الجوية فيما توقفت خدمات الاتصالات والإنترنت بالتزامن مع قصف الاحتلال وتوغل آلياته داخل المدينة الواقعة جنوبي القطاع أما في أقصى جنوب غربي غزة وتحديدا بمدينة خان يونس ساقط عدد من الشهداء والمصابين قراء قصف الاحتلال أحد المنازل وفي الوسط شنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية وغارات عنفة مما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين قراء قصف الاحتلال لمنازل بالمخيم الجديد بالنصيرات وفي مخيم لبريجا في المحافظة الوسطى استشهد أيضا فلسطينيون قراء قصف الاحتلال أحد منازل المخيم جرائم أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال حيث شنت طائراته غارة على المناطق الشمالية الغربية لمخيم جباليا فيما نسفت القوات الإسرائيلية مباني سكنية في المخيم وطال القصف أيضا منازل في حي الشيخ ردوان مما أصفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين هو إذن تطهير عرقي متكامل الأركان وإن أنكرت وقرائم وحشية يصر الاحتلال على ارتكابها متحديا الشرعية والقانون الدوليين والإنسانية